وأول سؤال وصلنا سؤال بيقول السلام عليكم لما بنقول لحد كل عام وانت بخير في سنة في رأس السنة حرام ربنا يا سامحك لا مش حرام ده حلال لإن في الحقيقة التهنئة برأس السنة تهنئة بذكرى وبي مشهد جميل وهو مشهد ميلاد سيد المسيح عليه السلام وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما أن احنا نظهر محبتنا للأنبياء والمرسلين ومش بس نظهر محبتنا للأنبياء والمرسلين نظهر محبتنا للجميع قال لكم حاجة من الحاجات الخطر اللي الناس في متى خطأ أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف فجي واحد راح تأخل كده بغشومية وقال لك أن تسلم عن من تعرف من المسلمين حضرت النبي ما قالش كده أنت صاحب سلام أنت صاحب نور أنت صاحب رحمة أنت صاحب بركة فإزاي حد يكون شريكك في الوطن ولا حد شريكك في الحياة ما تهنوش ببداية سنة جديدة وبداية نور وبداية بركة وبداية مدد من الله فالكلام ده أظن إحنا تجاوزناه لازم نتجاوزه نتجاوزه يعني إيه خلاص الفتوى مستقرة من زمن على أن التهنئة يا أخوان المسيحيين وإحنا بنهنيهم كل سنة هم طيبين وكل سنة هم في بركة وفي مصرات وفي بركات ونعيش دايما نبني مع بعض أنا يعني أنا أعدكم أننا دي آخر مرة جاوب على السؤال ده ليه؟ لأننا بعد كده إحنا هنتكلم عن حاجات تانية هنتكلم على أن إحنا بنبني مع بعض إحنا دلوقتي عندنا الأسئلة التي يجب أن تسأل هي أسئلة التنمية إحنا كمان حتى أنا مش بقول بس أن إحنا التهنئة تجاوزناها تجاوزناها يعني إيه خلاص تهنئة منا أنا كمان بتكلم على أن العيش المشترك خلاص بقى حقيقة ثابتة إحنا دلوقتي بنتكلم على كيف نسعى في التنمية معا إحنا بنبني أمورية جديدة فخلاص كلام ده مش بحتاجين نكرره مرة تانية هقول لكم إيه اللي بيخلي الأسئلة دي تتكرر في ناس كان مصدر رزقها ومصدر وجودها في الحياة المسائل دي المسائل اللي بتفهم ليه بتعمل فرقة وتعمل طائفية وتعمل حاجات دي فيعني هم مش قادرين يفهموا أن الكلام ده خلاص خلص يرجعوا كل مرة ويسألوا نفس الأسئلة ويقولوا للناس دي لأن صاحب أو صاحبة السؤال لما بيسألوا كده هو إيه اللي حصل واحد جيه رح نغيزها كده قال له إيه على فكرة التهنئة حرام مش قادرين ينسوا خلاص أن الناس خلاص رجعوا لحقيقتهم رجعوا لحياتهم وأن الكلام ده خلاص تجاوزناه التهنئة لي غير المسلمين بعيد الميلاد عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام أمر مشروع مش بس مشروع قد يكون أمر كمان إحنا مطلوب مننا لأن سيدنا المسيح لابد أن إحنا نسعد بي وميلاده ونسعد بزهوره في هذه الأرض فالحمد لله على ميلاد السيد المسيح والحمد لله على هذه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في حياتنا يا رب أدم علينا أن إحنا نذكر ميلاد سيدنا المسيح بالتبجيل والاحترام والتقدير وكل عام وإخواننا المسيحيين وإخواننا في الوطن بخير وبصحة ونفضل دائما في سلام ومحبة ودايما نبني ونسعى في التنمية معا ترجمة نانسي قنقر